السلام للغزالات أميراتي الفنات اللي بنوري لي الحياة نسمى الناس تكونوا باخر مرحبا بكم كاملين في كيدنسا مع شهر زاد اليوم الغزالات سيكون معنا جوش القصص اللولاية اللغة المدابة والثانية بعدها قليل سوف نتحدث عليكم مازال وندخلوا في قصصنا اللولا مباشرة اسمتي جيهان واليوم احتى انا سوف نعود لكم حكايتي ومجرى فيها سوف نبدأ لكم القصصة من اللولا انا اتزادت وكبرت في واحد الاسرة لمتوسطة الحال الأب ديالي والأم ديالي بجبيهم كانوا مود طافين وكنا بنا غير جوش خواتات وكنت انا هي صغيرة واختينا مياه هي الكبيرة مو يكبرنا في واحد الجو هادئ ما كان لها مشاكين لاصداعات حالا اختي مع اختي علاقة اللي نقدر نقول لكم كثير من الاخوة كثير من الصداقة ما حرفت كيف سوف نقول لكم كنت حتى عليها الرأس لواحد دراجة وكانت هي الشخص الوحيد اللي قدر نعود لها اي حاجة بلا من نحشب وبلا من نخاف وحتى هي كذلك ومثال كان سررها عندي اناها مهم كبرنا هكاك وخاكانو الشخصيات ديالنا مختلفين كنا نفاهمين بلا قياس اختي كانت واحد الانسانة الاجتماعية وضحوكية حتى من يامات المراهقة اللي جهجة على اللباس والخروج انا العكس انا من ديما كانوا يقولوا لي غير المعقدة وكانت كان قرم زيان مهم غدي نبقاون كبروه اختي غدت شد البكالوريه غدت لها فاك لا تتعرف على شخص الوحيد مهم سيده لك يبغيها مجهد فين تأخذ ديبلون وحتى تلسقها على الزواج المهم اختي كانت حتي باية تزوج به والدية كانت موافقه وفعلا كانت تزوجات مجال مزافين يدور عليها العام حتى كانت خروج التعليم وكانت تفعت فيه وتقبلات المهم انا تجي حاجة سبحان الله وكانت تسر لها في الحمد الباك لم تكن احلم بها ودخلت اللافاك ودخلت اللافاك ودخلت تكويل المهاني وكذلك ومثال لم تكن اكمل ودخلت المدرسة وقد قررت فيها 4 سنين ومن بعد تخرجت وفجت لكي نخدم وقبل قررت من قررت المهم سوف نبقى مدة 5 سنين في هات خمس سنين ما عمر شي واحد حاشة هالية ولا اخطبني ولا بغني الحلال اكترية الناس اللي كانوا يتعرضوا لي هم الناس اللي باقين غير الزنقة والضحك والهضرة ودك الشي وانا ما نكدبش عليكم من طبعي كنت واحد الانسان اللي معقولة وحشو مياه بلا قياس وهذا الشي دي الزناقي ودي الاصاحب خاطيني ما هنديش معاه المهم غدين بقاوها كاك حتى النهار اللي غيطلع ليا الزعاف وما نكدبش عليكم ما بقيتش حاملة الضار ثم كنت ندمت وفي حال الوقت كنت نقول لك ما هات شعبة لي درس انايا ما كيناش وخسارة بزافة البنات كانوا يقرأ ومهاي يخدموا ماشي كلهم ولكن الاكترية كانوا خدامات المهم هي هاديك ثم كنت نفكر انني ندر شي مشروع يكون خاص بي ونقابله المهم كنت سدويس مع والدي يا لابدي لي قال لي مزيان بالحق انا ما عندي زعماش حاجة باش نعاونك تكشي لي عندي قليل بزاف مهمتي كذلك كوامتال يعني هما اجباتهم الفكرة ولكن باش يدخلوا معي شركة ولا باش يمولوني ما كان عندهم الموض موجود في ذلك الوقت ما بقيت قدامي غير اختي مسيت عندها وقلت لها بغت ندير شي حاجة هكذا نخدم فيها مغرر بخش نتناها هذه الوظيفة وهانتي شتي ما حال منها هام ونقالسة موقعي شفت حتى عيات وقلت ليش غاد نقول لك بعدها قبل من كل شي اشمل مشروع اللي غديري تم ما كنت اقترحت عني هذا الشي اللي كنفكر فيه وانا كيف ما كنت لكم كنت بغتش حاجة اللي متعلقة بالقراية ديالي ش حاجة اللي كنفهم فيها المهم في جعطيتها المشاريع اختيت خوفات واحد شوية وقلت ماذا عنده شي مدخول قلت لها اكيد مدام الحوان تحالين الا وكيل المدخول قلت ليش غاد نقول لك انا ما كنفهمش في هذا الشي سيري ديري دراسة ديال المشروع وهذه الساعة اشي قلت لها انا ما نديرش دراسة حتى نعرف واش غاد تعطيني فلوس ولا الله قلت لي اوان كدب عليك وما نقدرش نقول لك اشي حاجة حتى نعرف ما حلغة نحط وش حلغة نربح ممكن يش نقول لك اعلى شي حاجة اللي بقي ما كينهاش اي وقلت ليها واخمة قلت لي اعيد هذه الساعة كنت هزيت راس وقلت كنت نبحث في الموضوع وكنت عرفت خاصني ضروري باش نعرف الاسرار ديال هاد الخدمة انني نمشي ونخدم في شي خدمة في حال هاك وفعلا كنت تحت تسافي ديالي عند قاع الناس اللي ديالي فحل هاد المشروع وما داش بزاف حتى كانت نعيته اوان واحدين على اسات 16 المهم كنت مشيت ما كنت طلبت شي حاجة كنت بغيت غير ناخد جريبة وهمت في دخل دخلت راسي كنت ردال بالبال لكل شي بديت كنشوف تم لاحظ ان هاد المشروع ساناك يدخل واحد شوية المهم ان دراسة المشروع ومعظمت باش نبدا وندخل نحن بهذا المشروع ليس نحن التقريبه وانت تضرب الاختفاء فوق الطبلة وكنت اغذرت على هذا الشوية المهم ان اختفاء الوقت وكانت ادوات مع رجلها وقلت له انا اختي بغير ندر مشروع ويقل ندخل معها رجلها قال مشروع دياله انا او فقلت له اطبع المشروع اللي قلت لها انا رجلها احتهو منه تحميه باستهيئ لانه هاد السيء اللي انا انا لا يعرفه به عن ايضار الدمان ديالهم المهم من رجلها قال لها كان تريد مشروع و ندخله معها اناوية في شركة و يتقابل جاءت عندي اختي و قلت يا هاشنو قال لك رجلي و هاشنو قال لك رجلي انا تم صافي تعمي و لي يعيني و ليتبغى ندير المشروع اللي قالوا لي انا راسي المشروع اللي انا كنت بغى هو لي و ليتبغى ندير فقلت لها الى بنت تدخلي معي فات المشروع مرحبة ما بغيتش الا اختي في الأول قلت لي يلا وكانت تقلقت منها وبقينا لأحد المدى لم يكن هضروش ليس بزاف تقريبا نقول لي واحد شهر يعني كانت تجيل هضرة ناقصة ليس بخاص منه المهم في واحد نهار ستقلل ثانية او ثانية فوق الطبلة وهتقول لي اسمعين يا جيهان انا سوف نهضر معك الاخر مرة واذا انت مأكدة من هذا المشروع؟ قلت لها فلوسك حسابيهم عندي انا وماذا سوف تضعو ليك حسابيهم سلف ان شاء الله كيف نخدم ردهم ليك قلت لي وش مأكدة من هذا الشيء قلت لها اهم اكدة المهم هي هذه قدق الساعة قلت لي ما عنديش المشكين شحر غي خصك في هذا المشروع بشوق فيه قلت لها قده وقده قلت لي مأكدة قلت ليها اقه قلت لي او اخها المهم هي كانت جامعة واحد البركة وكانت سلفت من عند رجلها واحد البركة وكانت فسعد ماما وقدت لها اعطيني الفلوس اللي كنتي جامعه قلت لها اغير اعطيهم لي اعتبره هم سلف يعني انا اللي غنردهم ليك المهم جابت لي هادوك الفلوس وقدت ليها ههما ويا الله هي من دبان متاع كنت ليها بسم الله المهم بدينا كنقلبه الكرة لقينا الكراس لحنا قدينا الامور تقدينا الامور كاملة وانا بديت خدد دعمه المهم في اللول الحركة تكون شوية ايانا بشوية بشوية الامور بدت تتسر حتى هادوك المشروع بدأ خدد والحمد لله كانوا زعم المداخل كانت هيك اتربح شوية وانا كنت كان اربح شوية في اللول كنا ديرين فيفتي فيفتي هي زعمة براس المال وانا بالخدمة المهم غدين بقوا خدامين هاكاك لمدة دي تلت سنين الامور الحامد لله تسرات والمحال اللي كانت خدد اختي كان في حد الموقع ليم زيان وهذاك الموقع جاب لينا الكريان ولينا معروفين والحمد لله المشروع كان تمشيها مزيان زعم الصراحة بعد قبل هذاك المشروع كانوا ورقة دياله كاملة في سميتي احتاجي حاجة ما في سميتي اختي لان اختي كانت موظفة انتم راكم عارفين الموظفات يكون صعب انهم يدروا هكاكا مشروع تاني صافية هاديك بقينا هاكا خدامي الامور الحمد لله كانت ميسرا حتى النهار الاختي ما اعرفش كولي بسوس لها في راسها ولا هي الله اعلم البنات المهم بدوم هنا تنشويات الحزازات ولا تتدخل معي في الصرف احقش حال عندك احقش حال دخلتي عتك اتجي تقول لي واشدك الكاميرا خدامه جاهز قد يدري لي الكاميرا مع التليفون مهم سيدة نكرات واحد شوية انا قلت معليج دنيا هاني اخليها ايو داس واحد المدحته لواحد نهار غدي اتجي عندي وغدي تقول لي شوف اختي انا هذيك النص بالنص جاتني ما مسلكانيش انا هي اختيت احتيت راس المال كبير واتي زعمال اللي كيدخل مقارنة بهذا كبير راس المال اللي اضطيت وهذه مينا وهذه من اللي هيك قلت لي انحيدوا النص بالنص قلت لي انا ما مسلكانيش باقي الحد الان مدخلش فلوسي قلت لي فش مدخلتيش فلوسك وهذه الساحبتي ادخل معها في حسابات وقلت لي انتزال دابا ربحتها قدة وقدة تقريبا مبقى ليكوالو وتكملي فلوسكوشكو في حالك في مدة ثلاث سنين قلت لي راس المال قلت لي لا ورس المال خصوص يدر الترد على عام وهذه من هنا وهذه من الهيه وانا هاتشي ما مسلكنيش ما مسلكنيش المهم قلت ليها من الاخر قلت لي نبدل النسبة قلت لي نديره 30% 70% قلت ليها صافي قلت ليها صافي وفعلا هذا الشيء اللي كان قلنا ندرنا 30% وهي كنت تقود 70% على اساس انها هي لحطة راس المال او الاساس انها اختي المهم هي هاتك بقين اخدامين هكا قلت لي واحد المودة حسن لو واحد النهار قلت لي واحد العام والزيادة واحد النهار او ثاني بدل الغيط والهضراء والزن ميناء ومالله ولا مشكلة يعمر لها راسي عتاجات وقلت لي اختي انا بغيت نقادل الوريقات قلت لها نشوف اختي من غدا انا ما عنديش قرام دي المشكيل المهم كنت قد يسمعها الوريقات قدرنا واحد الورقة على اساس ان هذا المشروع قدرنا الامور تستر كل شيء وفي هذا الوقت المشروع ولكن يدخل زعمال الصرف الحمد لله انا غير هذه 30% قد دخلي براكة اللي كانت معي شاني فوق فيك المهم بقيت نجرين اليوم غدا يوم غدا يوم غدا حتى النهار سوف يروني واحد سيده سوف يحماق عليها وينويني الاحلال السافي كان سيد جلدارنات بهم على الوالد ديالي السيد كان بخيره ولكن مهم هذا الورقة مهم كنت تزوج شبيه ومشيت سكنت معه الامور كاملة من السراس كنت تزوج شبكات خدمته في خدمتي سوف نبقى هاكا حتى النهار اللي سوف نحمله و سوف نجد له حماله صعيبة بلا قياس هنا اذاك المشروع لم تكن كمشي لي بالسافة ولكن يرد البال كانت الكاميرات عندي في التلفون وكان اعرف شدة قبل ملكة فادة وكانت اختي انا المكلفة بهم انا المعرفة من انتخل من انتخرج اختي مكنت تتعرف في هذا المحل احتاج شيئا اختي اعلم الله احمر لها رأسها مهم قلو له احقا اختي مخدامة مخدامة تخد 30% وانتو موضعين سوف يأتي مرة اخرى وانت تقول لي هاذي 30% اختي ممتلت مهم شكرا في النهار نوم مهم تغيير وانتظر وانتظر بصير ممتلت وانتظر لغة كانت في فوق بصير في تلك السياسة وانتظرت وانتظر 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 قلت لي كلا هالشي ممسل لكنيش وانا نجيب جيغون عطي غير صالير قلت لي شوفي انا كان فكر انا كي زعما مدمتي ما بقيتش قادة انا كيت نضابطي وده بقرر بسيس والدي الى بقيتش بقاي بقاي بالحق ماشيب هاتيك النسبة انا فش قلت لي هادراء طلع لي الزحاف ومعجبنيش الحال اي حق انختي هي مولاة المشروع وهي مولاة راس المال بالحق انا مولاة لفكرة انا راهية فش كانت خمسين في المئة في الاول راه كانت شهر يعني ما كانت خلينا حتى شي حاجة وانا ما كانت شجاع كنتخلص وما كانت عندي المشكلة بقيتش برا معك وحد المودة حتى بدنا ندخله شوية بشوية 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 ذاك المشروع بدك يتعرف وهادي كتاب مراش كل يضربها انا 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 كبرت المشروع وانا اللي وصلت اما اي مشروع الى ما كانت عنده وحدة اللي عندها القلب عليه راه يبقى في بلاسه ما سيضرب انتش بلاسه انا كنت جارية وانا انا انا وانا انا الاشهار انا هنا انا حيو وكان مهم انا اضربت امارة لها المشروع يعني انا اضربت امارة كاملة في الموقت للمشروع وباكد دخل الصرف يعني انتتم تأكله وانا انا كنتم اقد قلت لي كلك انا هذا المشروع من الاساس وانتي قلت ايها انا يا سافي تقالت وقريبة غنو ولاد وغنو حل لك الساعة اكتر سافي اختي هاو مسوير تسك وصير الله يرزق لك السهل وانتي سير وانا من عندي انهالي تبغي تقديل وريقات اجي ونتنزل لك الدنيا هالية المهم اختي تماما ما اعجبهاش الحال وقالت للمشي هكاك وانا جينا نتناقشه على النسبة ما نتناقشه على النسبة لها اختي وانتي قلت واحد تجارة وغايت تكلف لك بكل شي سافي سير قلبي على شي وحدة ولا على شي واحد والله يكمل عليك باخير قلت لها انا اصلا الخدمة ما بقيتش قدا نختم المهم اختي مش هتم قلقة وانا تقلقت عيط لماما بدي اسكلبك عليها ماما عيطت لها اختي حتى يودي اسكلبك عليها المهم ماما وجز بيناتنا ما عرفتش اشنو تدير سافي هي هاديك ماما متكتولين علي الشيطان ارجع قلت لها ماما والله ما نرجع وحتمان ناريلي ما عجبوش الحال حد انت عيطت لكم كيف معي ويعطت لكم دعم قط له راشنوترا هاشنوتراء وهاشنوتراء وهاشنوتراء المهم اختي راجلي قال لي يا سافي حبسي من هذا الشي انا الحمدو الله مقد بيك وما نقصني حتى شي حاجة وعند وقت راجلي فعلا كان مقد يعني ما نقصني معا حتى شي حاجة سافي هي هاتي كنت حبست ختي من موراهة كانت جاة نافخة دلي احقاسة اجي ما اجيب كذا واخا و ادلنا الامار و امور كاملتي سياسة كانت صافيلي لم يكن لدي اشيى حالقة بى هذا المحل و ادلت المدة و ادلت بشكل اختي قلت ايضا و ادلت ثم يلت و ادلتت و ادلت مثلت و ادلتت انا ملاهية و ادلت تقريبا احد تلت شهر من مورة حلقت و ادلتت موجود قلت لها رجيس عندك لكي ترجع تخدمي معايا و قلت لها شوفي اختي انا هذيك الخدمة و ما بقدش غدين خدم فيها و زيدون والدي مازال صغير ممكن ليش نخرج و نخليه و ما عندي فيه نحطه تماما اللي غز قابلوا لي ارى اخذ الدعمة و يتقول لي اشوفي انا راني واحلة و راه الابنات و راه ما يجيونيش في الوقت و احد من غير الشفراء و ممكن تعملوش مزيان مع الكليان و هاد شي عندما ازال واحلة في الفورنيسر قلت لها شوفي اختي انا نجيك ملخر انا باش نرجع معاك الخدمة الا ثم ملة ثم ملة بغيت نعاونك في شي حاجه مرحبه بغيتيني مثلا نديك نوريك مني كنت كناخد السلعه نعرفك علي كونتاك و خلاكو سمحرفة على كل شي لازع ما نزيد نعاونك نوقف معاك كان شي مشكل نحلو معاك كان شي بنت ندليها فورماسيون نديرها ليها محنديش غرامة المشكل بلحق باش نرجع نخدم معاك الا ثم ملة ثم ملة قلت لي اشوفي الله يسهل عليك و بداتك اتلف فيها و قلت لي انا مستعدة انا اعتك حتى الربعين في المئة قلت لها اولا وتعطيني خمسين في المئة ما غاديش نرجع نخدم الله يجعل لباراكا حيث انا ما انقدمش عليكم كنت عارفة الى رجعت غاديدوز واحد الوقت و عودتنا غرج تترجع ريمة العادتها القديمة و انا حندي اختي وحدة ما حنديش اربعة يعني هذيك اختي زيزة لي بساف مبغاش نخسرها المهم كنت لها اختي سمحي لي ولكن انا ما بقيتش بغاها هذيك الخدمة سافي انا هنتي كتشوفي اراني مع الظهر و مع الوليدات يعني ما عندي كيفاش نديلك المهم اختي شفت احتعيات و كانت هزات راسها و مشات و ادوات مع ماما و عيس ما تطلفيها و اماما ادوث معايا و قلت لي وش انتي غا تبقى يقل صغير في الظهر و انتي مبغاش ندري المستقبل راسك خرجي الحمارة خدمي وهي اختيك مخسرتش لي قلت لها ماما انا مش قلت لها شوفي اختي شنو دارت لي لا انا ستيت الموضوع قلت لها ماما انا ما بنسبني شهادك الشيء انا قلت لها هذا اما بغاتني غير نعاونها ما عنديش غرامت المشكلة بالحق ما تخلصني ما نخلصها و ماشي نخدم عندها زعمادي ما نمشي نعاونها غير حوتين بما الامور اتخد و نرجع في حالات اختيك وحلات و لا اختيك وحلات المهم السيدة كانت وحلات ديال بساعة حتى تبارك الله راح عندها ثلاثة ديال الوليدات من غير الراجل عنده متطالب بزاف كل شيء يجب ان يكون مقادة خدامة يعني ما عندهش لوقت كيفاش يتقابل هنا و تقابل هنا و اي مشروع انا اختيت المقابلة المهمة البنات السيدة وحلات كتتعييت لي ماما كولا شوية كتتقول لي الله يردع لي كم الله يردع لي كم الله يردع لي كنقول ليها ماما هذا المشروع هو لي من بقاش نحط في رجلية انا مدويت ما اتكلمت و خاف ذاك الوقت كنت كانت براسيم دلومة كنت بذلك المشروع انا كنت اعطيته لك تافي و في التالي مصورت حتى اتجي شيء حاجه حتى في الوقت اللي بغيت نخرج يعني ضربت عندها سنين و بغيت نخرج من عندها ما كان احقا اعطيك او هادي درست ذاك العيبة الان اللي بغيت نخرج و ادب الراثة و مازال هي تقلقات هادي المهمة البنات تتضربت هذه الموضوع و يغتطربتك واحلها فتاك سيديالها و لو ديما عندها المشاكيين ديما كانت تشفرها ديما 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 نقول لك هادي ابنات تضربتها بالصحح فتاك الوقت لديها ليس لديها أي حل من غير انها تعزل وخدمتها وخدمتها مع الدولة والوراق هي هذا المشروع وخل المشروع كان يدخل الفلوس ولكن أختي كانت مرتاح حفر خدمة ديالها حيث لم يكن تخدم بالزعف وقالت لكي لمشتها قابلت المشروع وخلت الخدمة ديالها تقدر واحد نهارت زعمات قندم وحتى رجلها ماشي من هذوك الرجال اللي غاي اجبوا الحال أنه مرتو مثل النهار وما طال وهي خارجة بالرطار هي ركنت تخدم غير نتنهارات حتى أختي بدأت تفكير تبيح المهم بدأت تقلب رجلتها ويقلب حتى أرقاه واحد استيداع باعت لها الفونت كوميرس ومشت تكمشت في حالتها ومن مراها شامل مرة سمعت الهدرة وكتقول أحقا أني وحلتها وفتالي تخليت عليها مهم استيدا رداني أنا اللي غالطة أنا معمو مرني ما كنت بغيت نواجهها ولا أقول لها أفلانا هاشنو درتي وهاشنو درتي وهاشنو درتي كنت قدر بطمو كسكوز وكنت أخليها تدب راسها أنا عارفة أنها تستيدا معها بنيتي نهالي قلس معها فوق الطبلة قلت لها شوف يا بنت الناس ها المشروع وهاش حالي قدر يدخل أنا غندخل معك بالنص أنا بالخدمة وانتي برس المال يعني من مورا من حيض المصاريف كاملة وها كانت توافقات وفي تالي قتيت 30% وحتى 30% جتن بزاف وبغت تعطي 20% و10% أنا اللي بقى فيها أني تفهمت أنا وياك نهار الأول وانتي ماشتش نهار الأول فاشكال المشروع طايح ما بلك المشروع تطلع عدبت لك النسبة ديالي أنا كثيرة المهم ما علينا لبنات غني نبقى وهاكاك أليم غمضة إنيا على أختيب أختيك كانت توترات صراحة ما بقالش كما كانت غني تدوز واحد المدة حتى النهار اللي غيجي عندي لوسيل الدار وغني يقول يبغت ندو معك في واحد الموضوع قلت له مرحبا في هذا الوقت كانت تقريبا ستكون عنده واحد عامين ديالساعة المهم قلت له مرحبا قلي يشوفي أنا عندي الحانوز فلان فلاني أراكان في الكراي وداب خرجه وكان عنده محال في واحد الموقع الممتاز قلي أنا ما نكدمش عليك هاد المرة ما بقتش بغي نكريه لأنك رش شي المشاكل اللي كانوا يوقعوا لي فيه أنا هاد المرة ما كرش ندير فيه مشروع وانا كنت شفت المشروع اللي كنت ديرانتي وخطقت وصولت خويا وقلي لك الموقع ممتاز وانتي تقابليه لي أنا ما نعرف حتى شي حاجة فيه من غير فلوسي في الأخير ديال الشهر أنا فاشقال لي هاد القتراح ما كنت بش عليكم ما كنت جايبني الحال ما بغيت عودين عودنا في تجربة نكبر لي المحال ويجي واحد نهار ويقول لي احقا محقا المحال ديالي خرجي لي ما بغيت ندير هاد الخدمة فانت قلت لي اسمح لي اراه ما نقدرش قل لي علش معلش عندي الولي ياد وانا ما زلعي ايانا مهم بغيت نتحجج ليه سيد كنمشه قبل واحد الشهر من مورها كنمشه دواء مع راجلي وقالوا بغيت نعرف عشن المشكل راجلي جهل صراحة وقالوا شوف هي ركض عندها واحد شري بزعمة خيبة مع اختها رهاش نوقع ليها واشنوقع ليها واشنوقع ليها واشنوقع ليها واشنوقع ليها هي ركض ضرب تمارها ديال بالصح ولكن اه في الاخر زي ما ملقات حتى شي حاجه انه خرجات من دك شي والو قال لي اسمعني اذا كان هذا هو المشكل انا نقل اسمعها وانتفهم معها على الحل اللي يرضيها بغيت دخلك موضفة دخل بغيت دخلك شريكة دخل جميل حالات نقدر دك شي بلورا واللي بغيت انا معاه فيها انا ما اقول له لم عاجد دخلي ولم عاجد خرجي انا بالنسبة لي المهم هو الخدم مسبقة غادية مزيانة وتكلف لي بكل شي انا ما نعرف حتى شي حاجه حين تسياد حتى هو ممساليش عنده الخير دياله اللي مقابله المهم راجلي جا قال لي هاد الهضراء انا من كدبش عليكم كتمتخوفها بزاف وخيفة من المشاكيل وخاصة انها دلوسي يعني هائلة راجلي كانوا عليا كانت احترمهم بينهم تقار مكينش المشاكيل المهم راجلي قال لي يشوفي شي ادخل يارى الله يعمرها سلعة وانا كنت كان شوف هاد شي ولكن المحاكة صعيبة انا كنقول لكم اختي ديال قلبي وش نوقع لي معاها المهم كنت وضحت لي كل شي قلت له شوف اول الناس المشروع راه كيدخل وغايجي واحد النهار يعني في اللول ما كيش لمدخل ولكن غايجي واحد النهار اللي المشروع غايب قيدخل وهذا يقدر قال لي يلا قال لي قديم اهلوراق ومر نهار وانا كنت اضعوا نغات فوق الحروف المهم شفت حتيت وقلت على شلة وفعلا كنت مشيت وقلت اسمعها فوق الطبلة حتيت شروط جالي وقلت له شوف هاد الناس انا اللي بغتين نخدم معاك سنضربتها مارا من قلبي ولكن كشريكة وهاشحل سناخد في النسبة سياد قال لي مرحبه ولكن ستحيدي فلوس الكرة قلت له شحال قلت له قدة وقدة قلت له اسيدي مرحبه حينت فعلا لنختي قلت ناخد معها النص قلت له مشكلة للدنيا هانية تفقنا على هذا الاساس قد دينا كل شي في الوريقات يعني ذاك الشي مكتوب هل ما حال شحال ستكراه اه انا غناخد نسبة فلان فلانية او غناخد نسبة فلان فلانية انا يا شنوز عمال الواجيبة دي ولي شنو هذا ما كناش حددنا الوقت مهم درنا بزاف الامور وفالاخر ذاك الشي قدر الله شنهارت ندم معك الحال انا غيخصني قدة وقدة باش نخرج قال لي لا بسم الله انا ما امرني ما غنقول لك خرجي حينت اصلا يعني ما عندي ما نستافد وهو كنشفت جايب الاختي واعرف ان مشروع فحال هذا قد تكون مسالي ليه باش تقابله المهم هي هذيك البنات توقلنا على الله وبدينا كان نوجده فهاد الوقت كنت مشيت وقلتها الماما وماما كانت قالتها الاختي واختي كيس في طاقة الخبار شعلت فيها العافية وجدت حيحات على ماما وقالت لها بنتك ما تسوه متصلاح وهي متفقة مع لوسها وهي ديرة مع البلان وانا يفرت فيها وخلتني حتى خسرت عادية بغت حل هذي بغت فقصني هذي بغت فقصني هذي بغت فعلية مما قلت لها الحقيقة قلت لها دخلت لك بلها بنتي وشختك خسرت لي كيسين مشيتك تنقذي عندها وشيلي قلت لك اللحقة ما بغاش نخدم قلت لها لا وهذيك طماعة ما هذيك طماعة مهم ماما مسمعتش هذيك الشي اللي بغت نادة تخلت ماما وشت عندي نشان تس عندي حتى لدى روحي حات وانا هذي كنت ادخلت على غرب الله اختي قلت لها قلت لها وكنت ادخلت على غرب الله لما قلت لها وش انتي فش حلتي هذي المشروع خسرت يكل الفلوس ديالك كاملين رديتهم ومزار ربيحتي وفق من هذي بيعثروا ديال المحال يعني عشنو بغتي مازال قلت ليا لا وانتي كنتي ناوية انك تخدمي معه مناوية كان قسم لك فمي بالله انني ما كنت ناوية نخدم مع حتى شي واحد وانتي النهار اللي جيتي رفرتكناها على الموضوع ديال النسبة رفرتكناها على حتى شي حاجة اخرى وفاديك الوقت انا ما كنش مستعدة انني اولا النسبة ديالي تنزل وتانيا انني مثلا نمشي ونبقى مقابل المشروع واخدامه قلت ليا وحتها هو رشرت علي الشروط ديالي كاملة قلت ليا شوفي قلت ليا انا ما عنديش المشكل ونغمض عيني على هذا الشي كامل ولكن شوفو شي ما حل وبدأ اناوية قلت ليا اناوية ما غير بدأوش سافي هذه الخدمة ساليناها انتي اختي مرحبا شي حاجة اخرى لا ايوا كيف قلت لها هذه رشالات سيدة بدأت عليها بالسبان وقلت ليا انتي انتي انسان ما بزياناش وانتي انسان استغلالية وكتزو الشي تبدلت علي ما تبدلت علي وانتي كي حرشوك لما شينالي كي حرشوني انتي يلي كي حرشوك المهم سيدة بقيت كتغوت انا هي كان غوت كنفرتكناها غير بالزز كانت تمشاتي المهم دخلت الوالدين في الموضوع وانتي بدأت انتخدمي مع اختك قلت له اختها هي لي من خدمت معها مهمية اكسات ولم اعجبها وقالت لك انني اغدرتها وانا قلت له انا هي اللي اغدرتني وهي اللي تحكيت عليها وفي التالي هي اللي رهبها انا ربحت احت شي حاجة انه كنت خدمته اما بشي اشي رباح مشي اوالو المهم هي هذه بقينا البنتها كاك حتى انهار اللي خدمت المهم كيف خدمت معا لوسي هي صافي كانت خدعت عليها في خطراء ما بقيت لك تدوي معا لك تتكلم وليس فاش كتبشي لدارنا وكان بغي نشي انا كتخرج هذه الساحة وفاش انا كنكون هي ما كتجيش تخيلو ده بداز عام وثمن شهور شفت هاجوج مرات وبنتنا السلام ما كنزيدوش نهائيا سيدة كيف كتشوفني في حالة كتشوف شي جن كتهز راسها وكتمشي انا ما عرفش كيفاش نتصرف معها وما عرفش كيفاش نتعمل معها فاش كان هضر معها مي كتقولي اها بنتي عندك الحق ولكن باش انها تدوي معها ما عرفش كيفاش نتعمل معها ما عرفش بعد المرات كنقوليك ما انا غالطة وما عارفش وخاذ عمال الناس كاملين اللي قدرين بيك يقولون يلا زي ما مادرت حتى شي غالط وقليها تدبر راسها انا ما اقدمش عليكم البنات ما قدرتش حينت كيفما كان الحالة هذي اختي الوحيدة ما عندي شي اخت اخرى كون كان شي واحد اخر ما كانتش غنت سوق ونصد صفحة دياله ولكن اختي ما قدرتش البنات اليوم انا جيت نعود لكم قصي حينت فعلا ما بخيتش عارفك كيفاش نتعمل معها ما عارفش ما عارفش كيفاش نشرح ليها وكيفاش نقول ليها افلا انا راه انت اللي غالطة انا ما قدرتكش حينت هي بنسبة لا انا قدرتها قلت يلا انت يلقيت حينت فعلا الحانوت اللي انا ده باخدامة فيه في موقع حسان من الحانوت اللي وكبر منه المشروع يعني عام مثل مشروع كبر من هذا المشروع قلت يلا انت يا مقار انك تخرجي وكنت كنت كتنية غير سبا ما كنت كتنية غير سبا وانا ما قلت لك وعلا انا ما عارفش كيفاش نشرح ليها وكيفاش نقول لي الحليف حلفت لها وما بغشت انا اليوم البنات نعود لكم قصي حينت فعلا محتاجة لتخوي قلبي وفي نفس الوقت بغيت النصائح وبغيتكم تقولوا لي كيفاش ندير باش نتصالح معها الغزالة ديالي هنا سالة القصة ديالنا وكيف العادة ما تنسوش خليه الاراء وطع لديكم من صاحبة القصة وما تنسونيش من التعالي قصو بنا ديالكم هنا الجميلات ما بقى ليه إلا نقول لكم ما تغيتش بكم كات معكم شهر زاد لكات حماق وكات متعليكم ترجمة نانسي قنقر